موسيقى دالفريق عبد الرب بن نبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق موسيقى ولد الفريق عبد الرب بن نبي حافظ في السادس عشر من يونيو عام 1930 وتخرج في الكلية الحربية في الأول من فبراير عام 1949 ليعين ضابطاً في الكتيبة الثانية بنادق مشاء ويبدأ مسيرته الحافلة بالمحطات والبطولات جاء دوري إلى قائد كتيبة ورحت اليمن عينت في اليمن وتوليت قائد الكتيبة 17 في محور جيحانة ويعود البطل من حرب اليمن أواخر عام 1967 ليخود مع من خاض ملاحم حرب الاستنزاف كقائداً للواء 118 مشام كنيكي أحد التشكيلات القتالية بنطاق الجيش الثاني الميدني ثم يتولى رئاسة أركان الفرقة السادسة عشر مشام كنيكي حتى يصدر القرار بتعيينه قائداً لها فيخود رجال الفرقة السادسة عشر ضمن فرق المشاة الخمس ملاحم القتال الضاري شرق قناة السويس فتتجلى روائع أعمال قتال الفرقة السادسة عشر تحت قيادة قائدها الفذ العميد أركان حرب عبد رب النبي حافظ الحمد لله ويكفيني فخراً أن الفرقة السادسة عشر حازت على وسام الجمهورية العسكري للتشكيلات وتنتهي الحرب فلا ينتهي العطاء ويعين اللواء عبد رب النبي حافظ في منصب السكرتير العام لوزارة الحربية ثم رئيساً لأركان حرب الجيش الثاني الميدني فقائداً له ثم يتولى رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة في ديسمبر عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين مسيرة عسكرية قادة البطل ليمنح رضبة الفريق ويتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في إبريل عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين ويواصل الفريق عبد رب النبي حافظ رحلة العطاء بملء البطولة والكبرياء ويشرف على انسحاب آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء في الخامس والعشرين من إبريل عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين بالقانون تستطيع أن تحصل على الواجب بالحب تستطيع أن تحصل على المستحيل وهذا ما حدث في حرب أكثر ويبقى الفريق عبد رب النبي حافظ في صدارة ذلك الجيل الذهبي الذي كتب عليهم القدر أن يخودوا حروب مصر المعاصرة ليسلموا الراية لمن بعدهم مرتفعة هاماتها وعالية صواريها فصادق الأعمال يرصخ كالجبال وبخالص العطاء يعرف الرجال